ردد الكلمات دي ردديها ما بين الظهر والعصر هتنزل عليك المال والرزق والخير من أوسع أبوابه وفرج حتى لو كنت في ضائقة مادية حتى لو كنت بتعاني من ظروف مادية سنين وظروف مادية مش قادرة تتخلص منها وعاوز المال والرزق يدخل بيتك ويملأ ديكي تعالوا مع بعض نشوف الطريقة دي سهلة جدا جدا وبدون تبخير وبدون أي شيء وأي حد يقدر يعملها لمجرد ما ترد دي الكلمات دي يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وكمان يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة هقول لكم على كلمات فيها العلاج وفيها الراحة وفيها السكينة وفيها الرزق والخير للبيت كمان أنا عايز أقول لك الطريقة دي ليها فوائد كبيرة جدا وليها وسريعة يعني مش من الحاجات اللي بتحتاج ان انت مثلا لازم تكرريها أو كده لأ من أول مرة هتعمليها هتلاقي فرج كبير في حياتك بمعنى صح وحرفيا كده هتغير حياتك نهائي من من تعب أو من مشاكل أو من رزق جليل أو من رزق أصلا معدوم أو من أي شيء أو من تعب نفسي داخلي ليكي أو لكل اللي في البيت بالطريقة دي هتتخلصي من كل ده وكمان الطريقة دي اللي هقول لك عليها لو انت خايفة من أي شيء يعني مثلا خايفة من وقوع شيء معين أو حاجة مش محبوبة انت خايفة يعني تحصل أو حاجة انت منتظرها تحصل بس انت مش حبها خالص ومش عاوزها تحصل أيا كانت أيا كانت الحاجة دي أو الظروف دي اللي انت مش عاوزها تحصل نهائيا تمام مش عاوزها توقع بمعنى صح هقول لك الطريقة دي هتمنع وقوع أي شيء وحش أو أي شيء انت مش حبها دايما هتجلب ليكي الخير والرزق وهتجلب ليكي الراحة النفسية في البيت هتلجي نفسك مرتاحة جدا هتلجي نفسك بعديها كل اللي في البيت كده مرتاحين ما فيه الصوت عالي ما فيه الزعيج ما فيه خنجة فيه راحة نفسية وسكينة وفيه قبول في كل أمور حياتك الطريقة دي أو الكلمات دي خدوا بالكم لازم تكون ما بين الظهر والعصر ما بين الظهر والعصر تقدر تعمليها يعني بصوا خدوا بالك جبل ما يجي العصر عليك تكون عملت الطريقة دي ونفزتها يعني من أول ما يجي الظهر حتى لو جبل العصر بنص ساعة بس المهم ان انت تكون ما بين الظهر والعصر أول شيء هتعمليه هتجيبي كيس بلاستيك وتبدأ تحط فيه كوباية من الملح أي ملح موجود عندك في البيت وانت بتستخدميه بس يكون الملح ده نظيف يعني لو هتحطي مثلا وتستخدمي الملح العادي بتاعنا اللي موجود في البيت مش ملح سخري وكده فهتبدأ تجيبي الملح تكون العبوة جديدة ما تكونيش حطتي فيها مثلا معلقة التوابل ما تكونيش استخدمتي بيها أي أكل ما حطتياش على أي شيء المهم يكون العبوة بتاعت الملح دي عبوة مكفولة فانت هتبدأ تفتحيها أول مرة في الطريقة دي وتبدأ تحطي كوباية الملح في كيس بلاستيك وتربطيه وأهم حاجة أن انت تربطيه تمام طيب الكلمات دي هي إيه اللي انت هتردديها هتفتح المصحف على صورة الواقع صورة الواقع يعني هي 534 من المصحف لو ترتيب المصحف بتاعك كده تمام فهتبدأي تفتحي الصفحة دي وتجيب صورة الواقع وتجيب الملح اللي انت جفلتي عليه أو ربطيه ولازم تربط الكيس كويس وهقولك إمتى تفتحيه لإني مش على طول هتفتحيه أو ما يكونش مفتوح وانت بترددي الكلمات دي هتبدأي كده هو براحة نفسية وتكوني وتكون على طهارة تامة هتبدأي تقرأ صورة الواقع كاملة وانت يدك على أو مسكة الملح وانت بتقرأيه تمام هتقرأي صورة الواقع كاملة صفحة 534 وانت ماسكة كمية الملح دي وبعد ما قرأتيها نهاء يعني خالص وقلت صدق الله العظيم وعايز أقولك ان انت وانت بتقرأيها بتفتكري مثلا شيء معين مادي أو بتفتكري مشكلة معينة أو بتفتكري مثلا عدم قبول أو عدم إتمام في شيء معين افتكري كل المشاكل انت بتعاني منها فيه وعموما لو هتقرأ صورة الواقع في أي يوم أو في أي ظروف يعني بص بتختم القرآن أو كل يوم جمعة مثلا بتحب تقرأيها أو أي حاجة أو أي وقت بتقرأي فيه صورة الواقع وانت بتقرأيها تلاقي كل حاجة أو كل مشكلة بتعاني منها أو مشاكل بتعاني منها بتحضر فيه ذهنك وانت بتقرأيها ده بيكون مفيد جدا وعموما وانت بتقرأي القرآن على كد ما بتفكري دايما دي فيه مشكلة كذا أو يارب فرجها في كذا أو يارب أو كذا يعني الدعاء اللي انت بتردديه بتحسي بعد ما بتقرأيه آيات القرآن وانت بتفكر التفكير ده بترتاحي على الأقل نفسيا بس عايزة أقول لك ان بعد ما هتعمل الطريقة دي مش هترتاحي نفسيا بس لا هترتاحي من كل شيء يعني من كل شيء بتعاني منه مادي أو بينك وبين العيلة أو أمور حياتك الشخصية انت في شيء جلجك أو في شيء عاوزة ترتاحي من ناحيته أو عايزة يتم تمام فهترتاحي جدا 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 بعد ما تعمل الطريقة دي بعد ما خلصنا صورة الوقع هتبدأ تفتحي كيس الملح ده تمام وهتاخذي الملح ده يا إما تسيبيه في نفس الكيس وتفتح الكيس كده فتحة كويسة وتسيبيه مفتوح خالص وهقول لك تحطيه فين يا إما تجيبي أي شيء كده هو شكل ديكور مثلا أو أي حاجة أو أي حاجة بلاستيك كده علبة بلاستيك هتبدأ تفضي فيها الملح ولكن ما يكونش لها أي غطى ما يكونش لها أي غطى حطيها على مكتب حطيها يعني على طرابيزة تكون عالية ما فيهاش حركة حطيها على النيش من فوق المهم هتحطي الملح ده ويكون مفتوح بقى أخدوا بالكم إحنا وإحنا بنقرأ كان مكفول بعد كده هنحطه مفتوح طيب إمتى واتسيبيه هاتسيبيه بس يكون مكان أنتوا راحين جايين جنبه أو كل البيت رايح جاي جنبه أو زوجك دايما بصص عليه وشايفه لو أنت متزوجة أو أنت عينك رايحة جاية شايفة الملح ده الملح ده بيتجدد في نفس المعات في الشهر الوراء يعني مثلا لو هنقول إن إحنا مثلا هنعمل الطريقة دي مثلا يوم عشرين يوم واحد وعشرين في الشهر ده فهتيجي الشهر الوراء تمام في نفس اليوم يعني تتخلص من الملح الجديم تتخلص من الملح الجديم وتجدد الطريقة بنفس صورة الواقعة وبنفس الموضوع وبنفس الطريقة خالص تمام معاودي نفسك كل شهر تعمل كمية ملح يعني ما تزيدش عن كباية وتقرأ عليها صورة الواقعة وتحطيها عايز أقول لك أن أنت حتى لو حد بي يضمر لك نية على سحر معين أو على عين ونظرة أو حاسد داخل بيتك هينفكل وحده ونتي نفسك هتحسي بالموضوع ده هتحلم دايما أحلام جميلة جدا وأحلام مبشرة يعني حتى لو في شيء أنت بتنتظري وحبا يحصل غير الشيء اللي أنت مش حبا يحصل ده هتحسي أن أنت الأشياء دي بتجيك دايما أحلام باكتمال الأشياء دي أو هتحلم دايما بالفرج في شيء معين أو هتحسي نفسك مرتاحة حتى في منامك يعني راحة في البيت وراحة أثناء منامك يريد تجربوا الطريقة دي وعملوها من بين الظهر والعصر وأي استفسار أي تعليق منكم سبون ناس